ذرية مصطفاها الله سبحانه وتعالى وجعل لها الكرامة بكرامة رسوله صلى الله عليه وآله وبين لها خصوصية من دون سائر الناس وهي ذرية النبي صلى الله عليه وآله إذ أنه كما قال جل من قائل عن قيام يوم القيامة وأن من أبرز سمات يوم القيامة أنه لا أنساب يومئذ بينهم إلا أنه جعل لهذه الذرية خصوصية فعن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب أمال الصدوق يقول إذا كان يوم القيامة عندنا أيها الأحبة بعض الإطلاقات في الآيات تخصصها الروايات ومنها هذه الآية لا أنساب بينهم الروايات تبين أن لها خصوصية يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق على صعيد واحد بينما الخلائق في الشدة والهول في يوم يجعل الولدان شيبا يقول الإمام الصادق فتغشاهم ظلمة تضج منها الخلائق إلى الله يعني فضلا عن تلك الأهوال الذي يعاينها الإنسان في ذلك اليوم يقول تغشاهم ظلمة من شدتها تضج الخلائق إلى الله ربنا اكشف عنا هذه الظلمة يقول وإذا بفئة جماعة تدخل ساحة القيامة أثناء هذه الظلمة الشديدة يقول والنور يسعى بين أيديها فتضيء ساحة القيامة تضيء ساحة المحشر فتشرئب لها الأعناق ويقولون هؤلاء أنبياء مرسلون فيأتي النداء ما هؤلاء بأنبياء مرسلين فيقولون ملائكة مقربون فيأتي النداء ما هؤلاء بملائكة مقربين فيقولون شهداء يقول ما هؤلاء بشهداء فيسألون منهم فيقول سلوهم وهي أيها الأحبة التفاتة دائما الإنسان يعبر عن الأشياء بما يتبادر إلى ذهنه لكن بدل تلك التأويلات والتصريحات لو قصد إلى نفس الشيء واستوضح منه لوجد فيه ضالته عن الاستباه وعن أن يرمي الناس بما غيرهم فيه لذلك تشوف أحيانا هذه أيها الأحبة درس من لطائف أقوال أهل البيت هناك لطائف ومن هذه اللطائف أن الإنسان بعض التعبيرات قد تظهر له شيء فيتبادر إلى ذهنه شيء غير الشيء الذي هو ماذا في الواقع ولذلك النداء يقول سلوهم بدل ما تقول هؤلاء أنبياء أو شهداء أو ملائكة سلوهم من أنتم يقول فيسألونهم من أنتم فيقولون نحن ذرية رسول الله محمد نحن أبناء أمير المؤمنين نحن المخصوصون بالكرامة نحن الآمنون المطمئنون فيأتي النداء اشفعوا في شيعتكم ومحبيكم ولذلك الروايات في هنا أيها الأحبة في خصوصية وفضل السادة روايات كثيرة أفرد لها العلامة المجلسي بابا في بحار الأنوار والإمام الصادق كما في هذا الكتاب كتاب أمال الصدوق يقول النظر إلى ذريتنا عباد التساؤل هل هو المقصود بالذرية فقط أئمة أهل البيت أم عامة السادة يسأل الإمام الصادق فيقول بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله عباده زين في كتاب عيون الرضا هذه الإضافة أحسنتم نفس الرواية تنقل التي ذكرت في كتاب أمال الصدوق تذكر أيضا في كتاب عيون أخبار الرضا عليه نفس النص النظر إلى جميع ذريتكم قال بلى إلى جميع ذريتنا ثم قيدها بقيد قال ما لم يفارقوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يتلوثوا بالمعاصي ولذلك علماؤنا ماذا يقولون يقولون هذه الرواية تجدها عادة في ماذا في الصبيان من هذه الذرية الذين لم يبلغوا سن التكليف فهم أضمن لبلوغ هذه المرتبة يعني النظر إليهم عبادة لأنهم لم يتلوثوا بالمعاصي إذا كانوا على منهاج رسول الله محمد فضلا عن ذلك فإن النظر إلى هذه الذرية كما أنه ورد عندنا روايات النظر إلى العالم عبادة فإذا كان هذا العالم كما هم أكثر علمائنا وفقهائنا الأعاظم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله صار النظر إليهم عبادة من جهتين من جهة العلم ومن جهة أنهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله والأحاديث أيها الأحبة كثيرة في ذلك ولكن لماذا هذه الخصوصية مو أحنا عندنا أيها الأحبة إشكال عند البعض قل لماذا هذه الخصوصية ويوم القيامة كل إنسان يصفو ويعلو بعمله لا بنسبه فلماذا هذه الخصوصية وأين هي هذه الخصوصية هذه الإجابة يجيب عليها إمامنا الباقر صلى الله وسلم عندما جاء إليه رجل مولى الخليفة الثاني وقال أسألكم بماذا تفضلتم على الناس وادعيتم أن لكم كرام دون الناس فذكر له الإمام قضية ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى عن الخضر عليه السلام وعن موسى الكريم عليه السلام عندما وجد ذلك الجدار الذي يريد أن ينقض يعني جدار مائل وكان تحت ذلك الجدار كنز ادخار ادخره ذلك الرجل لأيتامه وقد كان صغيره الله بأمره أرسل الخضر عليه السلام وموسى الكريم لكي يعيد تجديد ذلك الجدار صحيح أو لا؟ من هما هذين اليتيمين يسأل الإمام الباقر؟ لماذا؟ فقال لأن الله يقول وكان أبوهما صالحا كرامة لأبيهما أرسل الله الخضر وموسى الكريم لكي يقيما هذا الجدار بعد ذلك الجهد الذي قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا فهذه هي المسألة قال كرامة لأبيهما فحفظهم الله إكراما لأبيهما الذي كان صالحا فقال إذا كان هذا الصالح جعل الله لأيتامه كراما أفلا تكون لنا كرامة بأبينا رسول الله سيد الأنبياء وحبيب الخلائم وهم الصلحاء وكل من كان من ذريته صالحا طبعا بمحكم كتاب الله له كرامة عنه ولذلك هذه الأمة ماذا صنعت بهذه الذرية؟ لم تقم تلك الدول الأولى بني أمي بني العباس إلا على جماجم ذرية رسول الله صلى الله عليه حتى صرح بها الهاد العباسي عندما سلم أمره أخذ ذلك الرجل إلى ذلك إلى غرفة من القصر أخذ المنصور ويقول ففتحنا الباب وإذا بيها أدراج نحن نسميهم على قولتنا بلهجتنا العامية شلوف يقول وعلى تلك الأدراج فيها أكثر من ثمانين رأس قال هذه ذرية العلويين هكذا قال إذا أردت أن يستقيم ملكك فعليك بهذه الرؤوس فاقطعها يعني كلما يبرز رجل من العلويين من ذرية علي وفاطمة فبادر إلى قطعه حتى يستقيم الملك ملك بني العباس ولذلك نادوا بها صراحة في يوم عاشوراء لا تبقوا على أهل هذا البيت أي بيت هذا البيت الذي ذكر في كتاب الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت يحاربون الله ويحاربون رسول الله جهارا قالوا لا تبقوا على أهل هذا البيت باقية فناد المنادي يا خيل الله اركبي وبيوت الظالمين فأحرقي وجاءت الخيول مئات نحو تلك المخيمات الخالية من الرجال التي لم يبق فيها سوى عليل ونساء ثاكلات معولات وأطفال زحفت عليهم الخيل زحفت عليهم الرجال من كل ناحية كل يريد أن يظفر بشيء من المتاع ومن السيل أمام تلك الضجة دهشت النشاء دهشت الأطفال فروا على وجوههم في كل ناحية زينب عليه السلام جمعت على ذلك التل من وجدت من الأيتام والأطفال وفقدت من فقد المؤرخون يقولون كان حول سراد قاتل حسين خيام الحسين كان حولها خندق من الخلف الحسين أفرد من ذلك الخندق جهة ضيقة حتى إذا هجمت الخيل من الأمام تفر النشاء من الخلف فلا يصل إليها المصيب يا شيعة يا موالين أن الخيل جاءت من ذلك الخندق أيضا فصارت النساء والأطفال تريد الخروج هؤلاء يدخلون فتقحمت الخيول صدور الأطفال وبعد صدور النساء منهم من دهس بحوافر الخيول ومنهم من استعرت النار بأطراف ثيابها أمام تلك الضجة حتى احترقات ولذلك زينب فقدت جماعة من الأيتام من ضمنهما ولدي مسلم الذين عندما دهشا فروا على وجوههم مرعوبين خائفين تلقفتهما أيدي الأعداء فلما تعرف عليهما أخذوهما إلى عبيد الله بن سياد أدخلوهما عليه فلما تعرف أن أبوهما مسلم زاد حقده عليهما لأن لإضطراب الخوف كان خوف بني أمي من مسلم ولذلك أفرغ حقده عليهما ونادى بالسجان وقال من طيب الطعام فلا تطعمهما طفلين دون العاشرة من أعمال إرواية تقول واحد ثمان واحد سبع سنوات قال من طيب الطعام فلا تطعمهما من بارد الماء فلا تسقهما وضيق عليهما فعلا تلقف الأوامر ذلك السجان عاملهما شر المعاملة بصلاة فبشدة رماهما في ذلك السج الشيخ الصدوق يقول ولم يكن لهما طعام في اليوم إلا رغيف واحد من الخبز لكل واحد منهما وكانا من تلك الذرية الطاهرة يصومان النهار فإذا أقترب الليل أطعما من ذلك الرغيف ويواصلان صيامهما إلى اليوم الآخر أسألك بالله لمدة عام ما حال تلك الأبدان الصغيرة تنحلت أبدانهما أصابهما الوهن والضعف أمام غياب خبر تلك الضعين عنهم لم يعلموا أين أمهم أين تلك القافلة أين تلك السبايا هل أخذوا هل أرجعوا لذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت صار أحدهما يحدث الآخر نحن بهذه الحال في أشد حاله ماذا لو عرفنا هذا السجام من نكون فإن كان حاقدا على أبينا لم يزدد على ما زاد عليه من سوء معاملتنا ولعله يحترم أبانا وجدنا فيكون بذلك بابا لفرجنا وفعلا جاء إليهما كعادته بالطعام وضعه بين أيديهم وإذا بأيديهم لا تصل إليه ينظرون إليه قال ما لكم لا تأكلوا قالوا يا شيخ هل تعرف محمد المصطفى قال ذلك رسول الله وكيف لا أعرف شفيع يوم القيامة قال يا شيخ هل تعرف جعفر الطيار قال ذلك الذي أبدله الله بجناحين يطير معهما في الملائكة في الجنة قال هل تعرف علي المرتبع قال من أنتما قال نحن أولاد مسلم ابن حقي أخذته الشفق عليهما وقع بين أيديهما قال لما لم تذكرا ذلك لي من قبل قالوا لقد ضيقت علينا ومن طيب الطعام فلم تطعمنا ومن بارد الماء لم تسقنا ولكن عندنا أسئلة نريد أن نسألك عن تلك الضعينة عن بنات رسول الله عن أمنا قالوا خفف علينا القاعد ورحمنا يا سجان أحنا من هلبات النبي وبينا الدهر خان مسلم أبونا والأهيل كلهم صلاطين وجدنا علي صاحي بالبيع وخال نحسي ذيك العشير صايا حبيها صايح البين ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة وحنا اندهشنا وراء ووعتنا هجمة الخيل بالبر توهنا وعلينا أظلم ولا درينش صار بالنسوة والعلي يقولون جابوهم سبايا الأرض فقالهم شعبتوني وفد قلب حجيكم صغير يتامش حال قلبكم عليكم من أيام يا بعد الأهل مرس بيكم يوم فوق الهزن وخالكم راسي على سنة عاني أنا بعاني أنا بعاني شفت حرم على ظهر المطي ذوبت قلبي يتنوح نوح الرعبي كل من نظرها يقال هاذي الخار جي اييييييييييييييييييييييييييييييييه نابن تحنو نابن تباري الرضع أبي وييّييه ويّيييب الحرم عاية نجش شاب هم قيدين يمشي على أغلب السلاس الباغين والله كل ما يونه وحش العالة ونينا جنع ليله من العل لجسد أحلى وإن لعاية نتحر على ظهر المطي ذوبت قلبة نوح نوح الرعضية كل من نظرها قال هذي خارجية وبنت حنون وبنت باري الرضع وإذا بهما يبكيان وينادون ما ومصيبته وضيعته صاح على وصفك هليم قيد بالزناجيل هذا البقي من عشيرتنا البهالي ولع لنا قايت بار النسوة والعليل هذي الوديعي مخدرت فارس الفرس وإلي علينا قتحن والجر والناي أتنع على الأولاد هذي الضايع هذي الوديعي مخدرت بار النسوة والعليل لا يدريان أين يتوجهان إلى أن أنهكهما السير أنهكهما الجوع وصلا على شاطئ المسيب شرب الماء أحسى بالتعب وإذا بهما قد غفت عيونهما ما إن أفتحوا عينيهما وإذا بجارية هذه الجارية شافت أجساد نحيل أطفال قد نحلهم السير وقد طار من أعينهما الخوف صار يلوذان ببعضهما من أنتما فأباء يتكلما ساعد الله قلبك يا مسلم جاءت إلى مولاتها تلك العجوز المؤمنة أخبرتها الخبر سألتهما قالا نحن أولاد مسلم بن عقيل تذكرت غربة أبوهما فجعلت تبكي فلما استشعر بالرق في قلبها قالا أمت الله أضيفينا سواب ليلة وفي الصباح نمضي قالت بلى ولكن لي خيت يعني زوج بنت وهذا من رجال ابن زياد أخاف أن يؤذيكما قالا أضيفينا فقالت لا بأس ما دام خارجا بر الدار طلع فعلا أضافتهما تلك الليلة أطعمتهم الطعام صارا ينظران إلى بعضهما وكأنهما آمنا ليلة واحد خوف ورعب قالا هذه ليلتنا ننام بهناء حتى نرى كيف يصبح الصباح وما نصنع فعلا وضعا رأسيهما كل بجوار الآخر حتى يسكنا روعتهما ويؤمنا خوفهما هذه الأثناء وإذا بالباب تطرق طرقا عاليا أجابت تلك المرأة قال أنا زوج ابنتك ما الذي جاء بك هذا الوقت قال لقد تعبت وأتعبت فرسي في طلبي ابني مسلم وإن عبيد الله وضع جائزة أدخلات وقد بدى عليها الخوف على اليتيم قالت له ويحك أما تخاف رسول الله أن يكون خصمك يوم القيامة أما تخاف عليا ما بينه تعظه وتمنعه قال لها يا هذه أظن أن عندك خبره أو شيئا من أثرهم اشتركوا في القناة